منذ دخوله البيت الأبيض كرئيس قبل ثماني سنوات تغير الحال الاستقطاب أصبح حادا وحرب الكلام تجاوزت كل الحدود القصة لم تنتهي بخروج ترامب في 2020 ودخول بايدن بل استمرت المشاحنة والمناكفات ترامب وبايدن قصة صراع لن تنتهي قريبا متقدمان في السن وفي السوابق أيضا الرجلان هما الأكبر على الإطلاق إذ لم تضطر أمريكا أبدا إلى الاختيار بين مرشحين عجوزين إلى هذا الحد كذلك لم يحدث قط في العصر الحديث أن كان الاختيار بين مرشحين مكروهين إلى هذا الحد وكلهما يترشحان في الأساس لمنصب الرئيس وهما الذان كبرت في عهدهما فئة الكارهين المزدوجين الذين يفضلون مرشحا آخر بل ولا يريدون الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليس هذا فقط فترامب وبايدن أثار في عهديهم انقساما كبيرا في صفوف الأمريكيين لدرجة تزايد المخاوف حول مستقبل البلاد ووحدتها لكن الأنكوى الأكثر إثارة للجدل هو أنه لم يحدث سابقا أن تم تنفيذ حملة انتخابية بطريقة الشاشة المنقسمة سواء في المحاكم أو في قاعة المحكمة مع مجموعة من القضايا الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى دخول أحد المرشحين السجن والكلام هنا عن ترامب سوابق تعد بالمزيد قبيل انتخابة الرئاسة وأثناءها وبعدها أيضا بلال البجدين العربية